والله أنا ما كنتش قلقانة من موضوعه خالص من موضوع صدر رحم كنت حسن هو هيشد الناس بس أنا ما كنتش متأكدة لو الناس هتبقى عايز تتفرج على حاجة تسئلة كده فرمضان فيه ناس كتير تقولك ده كايب قوي ده إحنا عايزين حاجة خفيفة تطرجة وكده بس ده بيبقى أعتقد بيرجع للمود أو حالة كل مشاهد يعني أنا فيه سنوات بكون حالتي نفسية كويسة وقدرة تفرج عليك قيابة وفيه مثلا سنوات سنة اللي فاتت مثلا ما كنتش قادرة تفرج على تحت الوصاية أنا عارفة أنا عايزة أنا عايزة بلوقتي عايزة تشوفه وهشوفه بس أنا في رمضان اللي فاتت ما كنتش نفسيا قادرة تطرق لحاجة فيها هذا كم من الكئابة فدي بتبقى حاجة ترجع للمشاهد نفسيا هو في أني حتة ومحتاجي تفرج على حاجة كوميدي يفك شوية ولا حاجة عايزة تطرج على موضوعه وحلاوة سلة رحم إنه هو خمستاشر حلقة وكان مناسب لرمضان ومناسب لبرر رمضان يعني لو كان برضو أف سيزن وما كانش فيه حوالي هذا كم من المسلسلات متخيلا وكان يبقى نجاحه كمان أقوى دكتورة ليلة كانت متعبة في كل حاجة كانت متعبة نفسيا وجسديا ويعني كل حاجة فيها تفاصيل كتير فيها مشاعر قوية فيها أبعاد حاجات مبنية على بعض كانت شخصية صعبة الواحد يوصل لها إنه هو يعرف بالزبط يمسكها إزاي أو يدخل لها منين بس بعد كام يوم تصوير الموضوع بتدا يبقى أسل شوية والله وللأسف إحنا ما بنختارش المشاهد يتعامل إمتى يعني كان نفسي بس أنا اتفاجئت إنه أول يومين تصوير عندي كانوا مشاهد المستشفى بحكم إنه أصلا معظم أول خمس حلقات أنا في المستشفى فطبعا لازم نخلص أول خمس حلقات الأول فبالتالي صورنا بقى في المستشفى كانت المشاهد التقيلة اللي كلها عيات يعني عيات كتير ودموع مكتومة يعني وتساؤلات بقى ليه ربنا بيعمل فيها كده فكان صعب قوي بس يمكن كان في صالحي إن أنا لما دخلت يعني كنت سخنانة قوي وعايزة أعمل حلو فدخلت عامات المشاهد الصعبة الأول على قد ما ده كان تحدي كبير في الأول بس ده سهل بقى بقيت المسلسل بعد كده والله أنا اتبسطت جدا إنه في زملاء يعني كتير قوي مخرجين ونقاد وكتاب وممثلين كتب وعن المسلسل بشكل حلو أنا مش لحقة لحد دلوقتي أشوف كل ردود الأفعال بس كل ما بشوف حاجة بتبسط ويعني أنا فخورة إن أنا كان يعني ليه فرصة إن أنا نشارك في العمل إحنا ما كانش معنا غير سبع حلقات لما دخلنا نصور أو تمن سبع تمن حلقات فما كانش ما كناش عارفين أصلا إن هي إيه بس وإحنا بنصور كان بقى شام عباية بيكلم معنا بنقعد مع تامر رادي نتكلم كان في نقاش كتير قوي يعني إحنا كلنا تنقشنا في الموضوع كتير حصل أعداد كتير بس في الآخر مش إحنا رأينا اللي بيمشي يعني كل واحد كان كل واحد بيروح بالسيناريوهات مختلفة عشان بس نفتح المواضية ونفتح الأفكار والأوبشنز وفي الآخر بقى هما قرروا على النهاية دي لأ أنا بالنسبة لي نهاية مردية مردية لأنه بتطرح بقى سؤال تاني طفلة هيتولد عنده أمتين أمهتين إزاي أمين هوا طفلة هيتولد عنده أمين إزاي وهيشرحوله أصلا وضعه إزاي يعني أورادي فيه مشكلة الطفل اللي بيكون مثلا متبنى أو كده بيبقى دايما فيه صراع نقوله فهو عنده كم سنة إن إحنا مش أهله بالحقيقيين وفيه أفلام بقى ودراما كتير على الحاجات دي فده أورادي مشكلة يعني عندك طفل مش بتاعك ولازم تقوليله إنه تشرحيله إزاي في سن معين هو يستوعب فيه ده فده بقى نوع جديد بقى واحد أبوه توفى وعنده أمين هيعمل إيه هيشرحوله إزاي أصلا بيولوجيا وهو طفل صغير هو مش هيبقى فاهم يعني إيه بوايدة وتخصيب وكلام ده هيشرحوها له إزاي ممكن نتفاهم إنه هو نوع من النوع العقاب إنه هو مثلا يعني مشي ضد القضاء والقدر واللي مكتوب له ويمكن هو يستاهل يموت يعني يمكن هنشوف بقى معرفش إياد إيه رأيه في الموضوع بس بس أنا شايفها نهاية واقعية يعني نهاية مش كل النهايات بتبقى سعيدة للأسف